السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي لكن خلصتنا الضغط لا ما بتخلصنا الضغط لأنه هاي مشكلتها كلها ملهاش علاج ملهاش دواء علاجها واحد ما بحل هاي المشكلة إلا النظام الغذائي في أسئلة كثيرة بتجينا في التعليقات في اليوتيوب دكتور أنا عندي سكري أو اكتشفت أنه عندي سكري وعملت فحص التراكمي ولقيته مثلا ثمانية أو تسعة فهل تنصحني بإني أترك الأدوية أم لا طبعا أنا كيف بدي أجاوب على هذا السؤال وطبعا إخواننا وأخواتنا اللي موجودين في المتابعين لقناتنا في اليوتيوب بيعتبوا علي إني ما بجاوب أنا ما بجاوب ولا راح أجاوب ولا بمدر أجاوب للأسباب التالية أولا أنا مش الطبيب اللي متابع لحالته صح ولا لا هذه أول نقطة أنا مش الطبيب اللي متابع لحالته ثانيا فحص التراكمي لوحده ما بك فيه فيه فحصات كثيرة أنا ما بعرف عنها نهائيا مدريش عنها يعني عمرك سلنك قديش إلو معك السكري قديش كذا شو نظام أكلك ما بعرف الأمور هاي فكيف بدي جاوبك تترك الأدوية أو ما تترك الأدوية ما بقدر ما بقدر أخي أو أختي عملت السي بابتايد اللي هو أكثر أهمية أو مهم مثله مثل الـ HP1C اللي هو التراكمي هذا بدك تعمله وتشوف طبيبك وشو بيقولك عنه بعدين في هذا العضو المهمل أكثر عضو مهمل في جسم الإنسان عملت فحص كفاءة البنكرياس ما هو ممكن يكون البنكرياس عندك 30% 20% 50% 40% ما بعرف كيف بدي أجاوب ودائما بقول استشير طبيبك الخاص يعني عدل أكلك وصلح قرقة نظام حياتك وكذا وافحص باستمرار وشوفه أنت طبيب نفسك أنت اللي ممكن تعرف أنا ما بقدر أقول لك اترك الأدوية بعدين عملت فحص مقاومة الإنسولين اللي هو الإنسولين ريزيستنس بدك تروح تعمل تشوف نسبة الإنسولين كديش في ذنبك زمان كانوا يقولوا لازم يكون أقل من 25% بعدين هسا نزلوا بعد شوية صار يقولوا 18% أو أقل من 18% بعدين أقل من 15% هسا بقول لك لازم يصير 12% شوفوا كيف شوفوا كيف التمديلات والتغيرات الناس بدأت تصحى العلم بدأ يصحى أنا بقول لك أفضل شيء يكون 6% لكن إذا كان عندك أقل من 10% بيكون ممتاز عملت فحص اليوريك أسد يعني بسبب القاوت هذا ما هو كل الأمور مرتبطة ببعض إذا كان اليوريك أسد عندك مرتفع فيه عندك مشاكل عملت liver function اللي هو كفاءة الكبد هذا بدك تعمله عملت ALT test اللي هو ألانين ترانسامينيس هذا أنزيم بفرز الكبد إذا كان فيه خلل ببين في الدم ألانين ترانسامينيس هذا لازم تعمله كمان عملت فحصات الدهون الثلاثية والكوليسترول والأمور هاي ما بعرف كل هاي الأمور فكيف بدأ قل لك أه ترك الأدوية أو لا تترك الأدوية برجع وبقول لا تترك الأدوية من رأسك مش تجازف مثل ما جازفت أنا استشير طبيبك وتابع مع طبيبك وحالتك عد الأكل عد الأكلك وابدى شوي شوي ادرس حالتك وإن شاء الله الله يشافي الجميع وشو أخبار الضغط عندك ما بعرف قديش الضغط عندك مقياس الضغط قديش إليه عندك ضغط مثلا أو عندك كذا أو عندك أي أمر ثاني فما بقدر إخواني وأخواتي ويريد تعذروني ما بقدر أجاوب على الأسئلة الشخصية بعدين نصيحة لوجه الله عمرك صار خمسين سنة افحص خمسين سنة روح افحص حتى لو ما عندك أي نوع من أنواع الأعراض أقول لك مش خمسين سنة حتى لو كنت في الثلاثينات لأنه نظام حياتنا حاليا نظام حياتنا مخربة كل سكر وكل منشويات وكل كذا فبعد ما يصير عمرك ثلاثين سنة روح افحص روح افحص سوف كل هاي الفحصات تعملها وتأكد انك ما عندك أي مشكلة فيقول فلان الحمد لله ما عندي أي عرض ما عندي أعراض يعني مش شعر بأي شيء طيب تمام الحمد لله بس مشكلة السكري والأمراض الأخرى انه ما في مشكلة ما بتحس يجيب شيء بالمرة يعني ممكن يكون عندك عشر سنوات خمسة عشر سنة وانت مش حاس فيه ولا انت داري عنه او مقاومة الانسولين ضغط الدم المرتفع شو بيسموه القاتل الصامت ما بتحس فيه فعشان هيك أنا بنصح انك تعمل هاي الفحوصات اذا كنت فوق الثلاثين وزي ما قلت لك هذه المشاكل مهما كانت المشكلة الصحية عندك علاجها كلها واحد كل علاجها واحد وارجوك ما تهمل ما تهمل بحالك لانه اذا اهملت بحالك ما بتحس انت غير اسفطين لا سمح الله وعندك مشاكل صحية كثيرة ما تتناولش أي اشي بضر الكبد بالعكس يجب ان تأكل كل شيء يعزز ويدعم الكبد ويحافظ على جهازك الهضم هذول اهم شيئين تعملهم في حياتك ايش بضر الكبد لا تأخذوش واشي بضر الجهاز الهضمي لا تأخذه هذا اهم شيء في كل الموضوع وعندي نصيحة اخواني واخواتي نصيحة لا تضيع صحتك او حل مشكلتك لسبب خمس دقائق او عشر دقائق او حتى ساعة او ساعتين ما بينفع اي فيديو بتضغط عليه سواء في قناتكم هذه او قناة اخرى شاهد الفيديو تعلم اخذ المعلومات يمكن يكون حل مشكلتك او مشاكلك في هذا الفيديو ونصيحة اخرى احمي نفسك وابنائك وعائلتك وابدأ الان ابتعد عن السكر وباقي الممنوعات المذكورة في معظم الفيديوهات اللي موجودة في القناة معظمها يعني بقول تسعين في المية منها موجودة هاي الممنوعات يا تسعين يا ثمانين في المية ولا تتناول الا طعام حقيقي واللي بسألني شو هو الطعام الحقيقي الطعام الحقيقي اللي ما عليه ليبل ما عليهوش ليبل ما في عليه ليبل هذا طعام حقيقي اما هذا اللي عليه ليبل فما هو طعام يعني ما هو اصلا مش طعام وضرره اكثر من نفعه الطعام الحقيقي اللي انت بتحضره او بتطبخه في بيتك وبتوكله انت وعائلتك في يوم في اثنين في ثلاث مش يقعد على رفوف سنوات هذا هيك بيكون طعام حقيقي ولأخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحد السكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري؟ متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفعك؟ هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسد ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أن ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي راح تستفيد من أي فيديو الأهم أنه شو راح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل إلى هذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه the cancer code وdiabetes code وأوبسيتي code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه pure white and deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لاستيغ من أمريكا أخصائي الغذة الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته